السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا اغلى متابعين في الدنيا عاملين ايه? احشتوني جدا جدا. نهاردة يوم جديد من يوميات بوسي ويومنا النهاردة هنعمل في الكريب احسن من بتاع المحلات كمان. يلا نشوف المقدير ايه? المقدير زي ما انتم شايفين من كل حاجة كوباية. لبن ومعيها كوباية دي وبضاية. طبعا المقدير دي بتكون مظبوطة جدا لا بتخلي سقيل ولا خفيف ويكون القوام بتاعه مظبوطة. انا حطت كوباية اللبن ومعيها كوباية الدقيق ومعيها البيضة. وهحط طبعا بقى الكمية اللي انا عايزها. انا زودت تاني حطيت تلات اضعاف الكمية كمان. وحطت معهم حبة ملح وحبة فلفل اسود. طبعا الكمية زي ما انت عايزت زودتي زودتي. اه هنضرب ده كله بقى في الخلاط. انا حطيت هنا ملح وفلفل اسود عشان انا هعملو كريب حادئ. لو هتعملي كريب حلو هتحطي بدل الملح هتحطي سكر وهتستغنى عن الفلفل الاسود. ده القوام بتاعه القوام المزبوطة يا بنات زي ما انتم شايفين طبعا المحلات برا بيعملوه بمية. مش بيكون نظيف زي بيت طبعا مش بيحطوا لبن ولا بيحطوا حاجة من دي بيعملوه بمية بس. فانتي هنا هتعمل حاجة نظيفة لولادك. انا هنا جبت طاصة. الطاصة دي تكون تيفال او يعني غير قابلة الالتصاق. ما يكونش بتلزق. فبتحط الطاصة على النار لما بتسخن. وبتاخد كمية مناسبة كده على حجم الطاصة. لو الطاصة صغيرة تحط حبة صغيرين. ولو الطاصة كبيرة طبعا متحطش كبشة كبيرة زي كده. آآ الطاصة هنا معي اخدت كبشة واحدة بس. وبعد كده بلف الطاصة في جميع الجهات. لما اوزع الكريب في جميع الجهات. وبعد كده بقلبه لما يديني لون من تحت. زي ما انتم شايفين هي كبشة كده. واخد الطاصة لفها. لحد ما العجين يقف معي وما يبقاش فيه عجين تاني. طبعا الطاصة سخنة. فالعجين كله خلاص. آآ اتوزع على حرف حروف الطاصة كلها. طلع طري وجميل جدا زي ما انتم شايفين حلوة قوي قوي. طبعا انا ما بقلبهاش غير لما اللون الابيض اللي على الوش بتاع العجين بيروح وبيبقى اللون على الوش كله لون واحد واصفر. طبعا لازم تجربة اللي اطلعه اغطيه فوتا نظيفة علشان يفضل طري معي وما ينشفش. حتى لو اتنا معينا ما بتقطعش لان هو آآ مزبوط والمقادير بتاعته مزبوطة جدا. كله هنطلع واحدة وكل ما هنطلع واحدة بنغطيها علشان تفضل طريقة زي ما انتم شايفين كده. ما بياخدش وقت خالص خالص. مجرد ما بيتشمع بس من على الوش بروح على الجهة التانية. كده خلاص انا خلصت كمية الكربة عندي وطلع حلوة جدا وطرية. ومشتخينة يعني مشتخينة كده ولا تقيلة لا خفيفة ورقيقة وحلوة ومزبوطة. آآ انا معي هنا الكاتشاب ومعي آآ بنيك كان معمول عندي برضو بنيه وعندي بطاطس وعندي اي بقى حاجة خاضرة خاصة. طبعا الحشوات دي على حسب زوئك. ممكن تستغنى عن البنيه وتحطي ما كان صجوة او كفتة او اي حاجة موجودة عندك. ممكن بطاطس وكاتشاب بس. آآ طبعا ما عندك خاص بيكون حلو برضو بالخاص. لكن انا عندي جرجير فاي حاجة خاضرة بتحطيها فيها. او الحشو ده على حسب بقى ما عندك. آآ ممكن بتحطي فيه شاورمة بتحطي فيه آآ بص على حسب زوئك وحسب ما عندك. تمام? فهو الموجود كان عندي زي ما وردتكم البطاطس هم عندي بنيه وعندي جرجير وسوس الكاتشب. آآ اي سوس انت بتحبيه بقى طبعا هتحطيه تدهني كده اي سوس بتحبيه. وتحطي كمان حبة بطاطس وقطعتين دجاج. آآ زي ما انت عايزة زي ما قلتلك الحشوات آآ على حسب زوئك. وحبة اوراق جرجير كده. وهقلبه. انا بحط في النص بس. وهقلب النص ده على ده. وبعد كده هقلبه الربع ده على الربع ده. علشان يبقى جايش الشكل بتاعه آآ المسلس كده. طبعا تسع على النار حتى فيها نقطتين زيت ومسحيها بس مسحة بسيطة. وبحط الكرب علشان ياخد وشي من تحت وبعد كده قلبه ياخد وشي من ناحية التانية. طبعا اليوم بتاع الكرب ده آآ مش قادر اقول لكم بيبقى الاولاد مبسطين بيقد ايه? وحاجة نظيفة ومضمونة وعملها في البيت ومش هتاخد معنا وقت ومقدرها سهلة جدا. آآ طبعا لو عندك ميونيز عندك مستردق اي سوس انت بتحبيه هتحطيهم الشرط يعني الكاتشب. الكاتشب دي بنات اللي عملنا مع بعض وهطولكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف آآ بتاع الكاتشب. احنا اللي عملناه في البيت مع بعض. الفيديو قديم. مجبورة ما ياخدوا اللون زي كده هقلبه. اللون الدهبي الحلو ده. هقلبه عن ناحية التانية برضو ياخد وش وبعد كده اطلعه. لو حاب تحطي في جبنة متزرلة تحب تحطي اي نوع جبن انت بتحبيها هتحطي كمان نوع الجبن انت بتحبيها. زي ما قلت لكم الحشوات هي وبقى زي البيت زي كده بالزبط. انت بتعمل العجينة وبتحط بقى الحشو على حسب زوجك. المتوفرة عندك آآ انا ساعات بعمله ببطاطس بس. بطاطس وكاتشة فقط. وبعمله لعني مش بنقف على حاجة وكل حاجة بتتعامل ان شاء الله. عندك بواقي كفتة عندك بواقي سجوء اي بواقي اي بواقي لحمة مفرومة. اي حاجة عندك اي بواقي هتعمليها وتحشي بيها آآ زي ما انت شايفة كده. ما حابة بطاطس محمرة بيكون حلو جدا. اخلص بقى كده بقي الكمية كلها. وابقى ارجع لكم تايما. وخلصنا الكمية بتاعتنا. وكده طلع لونها حلو جدا. ولونه محمرة وحلو. آآ لونه مدي صفار كده. انا طبعا فاض مني آآ كريب وحطيته في كيس في الفليزر. بتطلعي في اي وقت وبتعمليه بيبقى جاهز معاك. فاض مني عجلة كريب وشلتها في الفليزر. آآ طبعا الكمية طلع حلوة. الشكل طلع جميل. الطعم طلع احلى طبعا بكتير. آآ يا رب الفيديو كنا عجبكم بقى اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونش بقى باللايك والشير آآ والاشتراك في القناة. طعموا يعني حلو جدا وهيعجبكم بازن الله لازم تجربوا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونش بتعليق حلو كده منكم. ولايك للفيديو. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.